اشتركوا في القناة يكشف يفهم وروحك يعلم ده جمد كلامك ما أحلى مكان جوّقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليك يا ربي كسابك عينياتي شوفك ويلمسني صوتك حضورك وسرتك في عمري بان أهلا بك عزيز المشاهد متابع برنامج فاحصين الكتب وصلنا في درستنا إلى سفر نحمية هل يمكن لله أن يعمل أعمالا غير معتادة مستخدما أشخاصا عاديين؟ الإجابة بكل تأكيد هي نعم وسفر نحمية واحد من الأصفار المقدسة الذي يعلمنا هذا الدرس تعال معا لنستمتع ونتعلم من هذا السفر النفيس في برنامج فاحصين الكتب وسكن رؤساء الشعب في أوروشاليم وألقى سائر الشعب قرعا ليأتوا بواحد من عشرة للسكن في أوروشاليم مدينة القدس والتسعة الأقسام في المدن وبارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكن في أوروشاليم وهؤلاء هم رؤوس البلاد الذين سكنوا في أوروشاليم وفي مدن يهودا سكن كل واحد في ملكه في مدنهم من إسرائيل الكهنة واللاويون والنثينين وبن عبيد سليمان وسكن في أوروشاليم من بني يهودا ومن بني بني يامين فمن بني يهودا عثايا بن عزية ابن زكريا ابن أمريا ابن شفطيا ابن مهل الإيل من بني فارس ومعسية ابن باروخ ابن كالحوزة ابن حزايا ابن عدايا ابن يويا ريب ابن زكريا ابن الشيلوني جميع بني فارس الساكنين في أوروشاليم أربعمائة وثمانية وستون من رجال البس أفححات نحمية تمانية وتفعة وعشرة شفنا النهضة الروحية العظيمة النهضة الروحية الأخيرة في تاريخ هذا الشعب بقيادة عذرة ونحمية رجوعا إلى شريعة الرب رجعوا بالتذلل والثوم قرأوا الشريعة وفهموها وتعهدوا بحفظها أما الأفححات اللي قدامنا 11 و 12 و 13 بنشوف فيها النظام والترتيب في أوروشاليم وباقي مدن إسرائيل وده بيذكرني أنه إحنا كمان ككنيثة ينبغي أن يكون رجوعنا إلى الكلمة الإلهية وهو ذا اللي يقودنا إلى النهضة الحقيقية لكن معنى كذا أنه هتثير الأمور كيفما اتفق لا لأنه الكتاب بيحلمنا أنه كل شيء ينبغي أن يكون بلياقة وبحثب ترتيب أصحى 11 اللي قدامنا بنشوف الشعب اللي هيفكن مدينة أوروشاليم ولا ألا حد يفكر أنه يعني دي حاجة لقطة هي طبعا مياذة أنه واحد يهودي يثكن في مدينة الملك العظيم بس حلوة أوي نحن نعرف شكل هذه المدينة لو قرينا نحمية 7 أربعة هنعرف أنه قد إيه كان أمر صعب أنه الشعب يثكن في مدينة أوروشاليم في نحمية 7 عدد أربعة يقول لنا كانت المدينة واثعة الجناب وعظيمة والشعب قليلا في وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت لم تكن البيوت قد بنيت يعني أوروشاليم عبارة عن كومة من التراب وما فيهاش بيوت ومدينة واثعة والشعب قليل ده قد إيه أمر في هذا العثر كان مخيف ومرعب معنى كذا أنه مدينة الملك العظيم لا تعمر هنشوف هنا وقعت عليهم الأورعى ليسكنوا في هذه المدينة وقوم آخرون انتذبوا أنفسهم للثكن في أوروشاليم وباركهم باقي أفراد الشعب معنى ذلك أن السكنة في أوروشاليم نوع من التضحية يعني لأجل الرب الواحد حيضحه ويسكن في أوروشاليم في الحقيقة دي الواطع نتيجة خيبة الشعب وشر الشعب وفشل الشعب لكن ينتظر هذه المدينة مجد غير عادي في المستقبل أفتكر لو روحنا إشعية اثنين وإشعية اربعة وروحنا للمزامير أنا أحب أرى مزمور واحد بس بيعبر عن الوضع بتاع أوروشاليم في المستقبل في مزمور سابعة وتمانين لما يقول لنا كده الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب وبعدها قيل بكي أمجاد يا مدينة الله وبعدين يقول لنا الرب يعد في كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك وبعدين يقول ومغنونك عازفين كل السكان فيكي في مدينة أوروشاليم طبعا ده مجد ينتظر أوروشاليم الأرضية اللي ربنا وعد أنه حيبنيها بالأثمد يعني بالحاجات الرائعة العظيمة لكن مجد أوروشاليم السماوية أعظم بما لا يقاص ومجد أوروشاليم الجديدة أعظم من كل هذا بما لا يقاص تأكيد اللي كلام حضرتك في إشعية تسعة واربعين عدد تسعتاشر يقول أن المدينة اللي كانت في يوم من الأيام بتشتاكي من قلة السكان فيها هيجي عليها يوم ويقول لها الرب إنك تكونين الآن ضيقة على السكان ده في إشعية تسعة واربعين في إشعية اتنين وستين ييجي كلام جميل عنها عدد تلاتة وتكونين اكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك لا يقال بعد لك مهجورة ولا يقال بعد لأرضك موحشة بل تدعينا حفصيبة من أسماء أوروشاليم المستقبلة حفصيبة حفصيبة بمعنى مصراتي فيها وأرضك تدعى بعولة لأن الرب يصر بك زكريا كمان في زكريا تمانية قال لهم كلام جميل عن كثرة وعن الحالة الجميلة اللي هيبقى فيها سكان أوروشاليم في زكريا تمانية عدد أربعها كذا قال رب الجنود سيجلسوا بعد الشيوخ والشيخات في أسواق أوروشاليم كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام وبعدين كمان تمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها هذا هو مقاصد الله بالبركة من ناحية هذه المدينة اللي تم الحقيقة بعد العودة من السبي بالتأمل ما تمتش الحقيقة للنبوات دي يعني إشعية تنبأ قبل السبي هل نقدر نقول إن كلام إشعية عن مدينة أوروشاليم تم بكامله لما رجعوا من السبي كما يعني يقول البعض الحقيقة ما قدرش أقول كده على الإطلاق هذه نبوات مستقبلة وتنتظر الإتمام المستقبلي عندما يرجع الرب في تعاملاته مع هذا الشعب ده على العكس يعني إحنا شفنا إنها ليست مغنى فالآيات الحقيقة التي ذكرتها دي بتتكلم عن المستقبل وأقول بالمناسبة أن المسيح ليس يعرف المستقبل لكنه يصنع المستقبل يعني الرب قصد ذلك عند جاءت مدينة أوروشاليم وهو سيتممه لأن صانع قوله قوي واضح كمان في أفحاء 11 التنوع اللي موجود من كهنة لويين، نثنيم، بوابين، مرنمين وده بيورينا أنه مفيش واحد تقدر يقوم بكل الوظائف هكذا أيضاً كنيثة الله فيها مبشرين، فيها رعاة، فيها معلمين فيها أثقفة، فيها شمامتها مفيش واحد بيقوم بكل الأدوار لكن بيلفت نظري أنه الكهنة يقول لي الوكيل عليهم فلان اللويين يقول لي الوكيل عليهم فلان وكلمة الوكيل دي بتاخدني للرب في المثل الرائع والمهم لما قال عن الوكيل اللي يقيمه سيده مفيش حد بيعين روحه وكيل لكن أنا بفتقبل من الله وكاله وكل اللي أعطاه الله بين إيدي أنا وكيل عليه لكن الرب بيقول عن الوكيل الأمين الحكيم اللي بيعطي العلوفة في حينها الوكيل اللي بيهتم بخدمة العبيد رفقاءه وبيورينا نموذج طيئ للوكيل اللي بيقول تيدي يبطئ قدومه وهذه النبرة منتشرة كتير تيدي يبطئ قدومه وابتدينا نلقى متاحب لهذه النبرة كتير من عدم الاهتمام بأمور الله ربي دينا نعمة إننا نكونوا كلاء حكماء وأمنا هو الحقيقة إصحاح 11 يعني مليان بالأسماء لكن لتسهيل المتابعة أوضح بس أنه من بداية الإصحاح لعدد 19 هو بيكلمنا عن الذين سكنوا في مدينة أرشاليم سواء الذين اختيروا بالقرعة أو الذين انتدبوا من زواتهم للسكن في المدينة لكن من عدد 20 لنهاية الإصحاح بيتكلم عن الذين سكنوا في باقي مدن يهوزة للتمييز بين الفريقين وهؤلاء هم الكهنة واللاويون الذين صعدوا مع زربابل ابن شأل تئيل ويشوى سرايا ويرمية وعزرق وأمريا وملوخ وحطوش وشكنية ورحوم ومريموث وعدو وجنتوي وأبيه وميامين ومعدية وبلجة وشمعيا ويو يريب ويدعيا وسلو وعامو وحلقية ويدعيا هؤلاء هم رؤوس الكهنة وإخوتهم في أيام يشوع الصح 12 اللي أمامنا الآن بنجد فيه تلت أقسام القسم الأول من 1 إلى 26 وده بيكلمنا عن الكهنة واللاويين العائدين من السب وبيهتم بأنه يذكرهم بأسميهم وأنسابهم وهكذا ثم قسم الثاني من عدد 27 إلى 43 بنشوف فيه تاتشين صور أوروشاليم بأفراح عظيمة وإلى آخرين مرنمين وغيره ثم قسم الأخير من 44 إلى 47 بنجد مرة أخرى بعض الوظائف اللي في الهيكل ربما حد يظن أنه اتناب دون فائدة ليه مرة تاني بيقول لي أثامي بعض الناس اللي رجعوا مع ذروب بابل يعني ده عدت تنواة طويلة لأنه بيبدأ هذا الأصحاح ويقول لي هؤلاء هم الكهنة واللاويين الذين اصعدوا مع ذروب بابل ولو فهمنا المشكلة اللي كانت في جميع مرحل العودة مع ذروب بابل ومع عذرة ومع نحمية أنه فيه كثير من الكهنة ما قدروش يثبتوا نسبهم للعائلة الكهنوتية فرذلوا من الكهنوت وحكاية رذلوا من الكهنوت دي كانت أمر فيه غاية الخطورة فما كانش ينفع يتاخد الأمر ببساطة لكن اللي تأكدوا تماماً من أنه هم منتثبين للعائلة الكهنوتية هم وحدهم اللي كان ليهم الحق في الخدمة في البيت وفي الهيكل وعلشان كده نحمية مرة كمان بيثجل أثماء الكهنة واللاويين وتود بالنسبة لنا ذهر الثهام خطر جداً 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 أنه واحد ملوش علاقة حقيقية بالرب يقوم بعمل خدمة الله تقول لي هو توارد أقول لك في آية كثير ما بتسبب الرعب لكثيرين لما الرب قال كثيرون وأنا مستغرب جداً من كلمة كثيرون كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس بإثمك تنبأنا أليس بإثمك أخرجنا شياطين أليس بإثمك سنعنا قوات كثيرة وكلمة كثيرون دي قد إيه كلمة مرعبة وإحنا علينا أننا نميز جداً مش أي حد نقبله بسهولة وبقول الثي علم تمثوث هذا الأمر يقول له لا تضع يذن على أحد بالعجلة طيب ما يشيل ذنبه لا هو مش هيشيل ذنبه لا يتشترك فيه خطايا الآخرين إذن لو تدقنا على شغل ما كان لهش علاقة حقيقية مع الله إحنا كمان نذنبين عدد 24 بتلفت نظري عبارة جميلة حسب وصية داود رجل الله ما جتش العبارة دي عن كثيرين أول واحد جيت عنه أنه رجل الله موسى وكلمة رجل الله غير رجل المواقف الصعبة غير رجل الساعة رجل الله يعني واحد واقف لأجل أمور الله في حياتي موضوع شغله هو أمور ربنا هذا الشخص يسمى رجل الله ومرة تاني في أصحاح 12 عدد 36 بنقرأ نفس الكلمة يقول كده بآلات غناء داود رجل الله الرجل الذي أصر قلب الله الرجل الذي وقف في صف الله الرجل الذي مع الله عمل دي تعبيرات معبرة عن شخصية داود الذي كان فعلا بكل معنى الكلمة مش بس عبد الرب ورجل الله وأقول لفتة كريمة في العهد الجديد إن ما نقراش عن رجل الله بحصر اللفظ لكن عن إنسان الله يعني يشمل رجل ويشمل امرأة وأعتقد إن في تاريخ الكنيسة نساء فضليات كثيرات بنات كثيرات عملنا فضلا فياريت يبقى عندنا الغيرة إننا ينطبق علينا هذا التعبير الحلم رجل الله في سفر عزرة شفنا تتشين الهيكل وهنا في سفر نحمية بنشوف تتشين سور مدينة أرشاليم كلمة تتشين تعني احتفال أو تأكيد على الغرض الذي عمل لأجله الأمر أو تقديس هذا الشيء والكلمة بالعبرية تنطق حنوك أو حنوكا الكلمة دي الحقيقة تنطبق على عيد يعيده اليهود في الشهر الأخير تقريبا من كل عام بس الحقيقة العيدة اللي عندهم اللي هو عيد التجديد ده كان بالارتباط بهزيمة أنتيخوس أبي فانس على يد يهوزة المكابي ومش بتنطبق الحقيقة مع أن الكلمة هي الكلمة لكن مش بتنطبق على تتشين سور مدينة أرشاليم ولا على تتشين الهيكل اللي رجعوا من السابق التتشين كان عبارة عن أنه فيه فرقتين عظيمتين فرقة انتقلت للدوران من ناحية اليمين وفرقة أخرى انتقلت للدوران من ناحية اليسار ليدوروا بأثوار أرشاليم فرقة تحت قيادة عذرة والأخرى تحت قيادة نحمية وده بيورينا التكامل والانتجام في العمل والحقيقة التواف حوالين الأثوار كان لتشجيع الناس اللي وقعت عليهم الأرعة أو اللي اختاروا الثكن في أرشاليم لأنهم لما هيلفوا حوالين الأثوار هيكتشفوا قد إيه هذه المدينة عظيمة أريحة لما تلف حوالين أثوارها الأثوار تقع والمدينة تتحرق لكن أرشاليم لما تلف حوالين أثوارها المدينة تتبني وتتعمر وده بيأخذني لمضمور 48 عدد 12 لما بيقول طوفوا بالثهيون دوروا حولها عدوا أبراجها ضعوا قلوبكم على متارثها تأملوا قثورها لكي تحدثوا بها جيلا آخر لأن الله هذا هو إلهنا إلى الدهر والأبد هو يهدينا حتى إلى الموت وإن كانوا في يومهم هما بيدوروا حوالين أرشاليم وهي للثمن هذه ما عبارة عن قوم التراب إلا أنه هيجي وتعد قثورها ومثارتها أرينا في أصحة 8 تأثير كلمة الله ومن ضمن هذه التأثيرات بعد التوبة والتطهير نجد الفرح ونحمية وعزر الكاهن واللويين قالوا للشعب يكفي بكاء لكن افرحوا لأن فرح الرب هو قوتكم نيجي هنا في أصحة 12 نجد أيضا عبارة جميلة عن الفرح في عدد 43 يقول وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيما وفرحوا ويركز على ثلاث أشياء مصدر الفرح الله فرحهم فرحا عظيما تاني حاجة المشاركين في الفرح وفرح الأولاد والنساء أيضا شيء جميل إن اللي بيشاركوا مش بس الرجال لكن حتى النساء والأولاد الصغار لكن الحاجة الثالثة وسمع فرح أوروشالين عن بعض يعني فرحهم بإشهادة للأمم اللي حواليهم إنه أنتوا عبادتكم لله أنتجت فيكم فرح بالنسبة لنحمية نعارفينه هو النبي الباكي أو الرجل الباكي ونقرأ عن الدموع كثيرا في هذا السفر لكن الآية اللي حضاك قرأتها خفارية 43 هي أكبر تجميع لكلمة الفرح خمس مرات في آية واحدة تتكرر كلمة فرح 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 وده شفنا إن نحمية ضحة وتعب علشان يسبب لكل شعب الله فرح قدي ده مقدر عند الله الأعداد الأخيرة نقرأ عن الترنيم عدة مرات في يقول لنا عن المغنين عدد 45 وكان المغنون والبوابون حسب وصية داود وسليمان ابنه ثم يعود في عدد 46 إلى أيام داود وأساف ويركز تاني على مغنين وغناء تزبيح وتحميد لله هل هذا الأمر كان مهما لشعب الله في القديم؟ 100% هل هذا الأمر مهم لنا الآن كشعب الله في دائرة النعمة التي فيها نعم ففي آفاسوس يتكلم عن كنتيجة للامتلاء بالروح يتكلم عن دور التزبيح والحمد في كلوسي ثلاثة يكلمنا عن إذا سكنت فينا كلمة الله بغنى لابد أن ينتج عن هذا تزبيح وفي يعقوب يقول لنا إن كان على أحد بينكم مشقات فليوصل أمسرور أحد فليرنم وصية جميلة تتكرر في العهد الجديد أننا كمؤمنين أفراد وعائلات نرنم لكن أيضا في الكنائس نتعلم الترنيم من القلب للرب في ذلك اليوم قرأ في سفر موسى في آذان الشعب ووجد مكتوبا فيه أن عمونيا ومؤابيا لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد لأنهم لم يلاقوا بني إسرائيل بالخبز والماء بل استأجروا عليهم بالعام لكي العنم وحول إلى هنا اللعنة إلى بركة ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل وقبل هذا كان اليشيب الكاهن المقام على مخدع بيت إلى هنا قرابة طوبية قد هيأ له مخدعا عظيما حيث كانوا سابقا يضعون التقدمات والبخورة والآنية وعشر القمح والخمر والزيت فريضة اللاويين والمغنين والبوابين ورفيعة الكهنة وفي كل هذا لم أكن في أوروشالين لأني في السنة الاثنتين والثلاثين لأرتحشست ملك بابل دخلت إلى الملك وبعد أيام استأذنت من الملك وأتيت إلى أوروشالين وفهمت الشر الذي عمله اليشيب لأجل طوبية بعمله له مخدعا في ديار بيت الله وساءني الأمر جدا وطرحت جميع آنية بيت طوبية خارج المخدع وأمرت فطهر المخادع ورددت إليها آنية بيت الله مع التقدمة والبخور وعلمت أن أنصبة اللاويين لم تعطى بل هرب اللاويون والمغنون عاملوا العمل كل واحد إلى حقله فخاصمت الولاة وقلت لماذا ترك بيت الله فجمعتهم وأوقفتهم في أماكنهم وأتى كل يهوذة بعشر القمح والخمر والزيت إلى المخازن وأقمت خزنة على الخزائن شلمي الكاهن وصادوق الكاتب وفدايا من اللاويين وبجانبهم حنان بن زكور ابن ماتنيا لأنهم حسبوا أمناء وكان عليهم أن يقسموا على إخوتهم اذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تمحوا حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائره وصلنا لإصحاح 13 الإصحاح الأخير في سفر نحمية والحقيقة هنا نتقابل مع مجموعة كبيرة من الأحداث اللي حصلت بس مهم أن نكون واخدين بالنا أن في الأعداد الأولى مازال بيسترسل عن الأحداث اللي حصلت في 12 سنة الأولانيين من ساعة وصول نحمية إلى مدينة أرشاليم واللي قضهم في بناء السور ثم في الإصلاحات الكثيرة اللي اتكلمنا عنها في الإصلاحات السابقة نفهم كده الحقيقة من إصحاح 5 أنه كان موجود في أرشاليم من السنة العشرين إلى السنة الثانية والثلاثين لأرتحشست الملك في إصحاح 5 عدد 11 لكن لما نوصل لإصحاح 13 بيقول في عدد 6 في كل هذا لم أكن في أرشاليم لأني في السنة الاثنتين والثلاثين لأرتحشست ملك بابل دخلته إلى الملك يبقى نفهم من كده أنه بعد الاثنشر سنة الأولانيين رجع مرة أخرى إلى أرتحشستة قضى فترة مش عارفين الفترة دي الحقيقة قد إيه بالظبط لكن ربما كانت بضعة سنوات عادة بعدها نحمية إلى أرشاليم لأ الحقيقة الحالة قد تدهورت كثيراً وإن كان في البداية كان الشعب الحقيقة في شر عظيم وعار لكن في الختام الحقيقة في ختام السفر برضو الحالة الأدبية قد تدهورت للشعب في البداية يعني من عدد أربعة لعدد تسعة بنشوف شر اليشيب الكاهن وإزاي إنه هيأ مخدع في بيت الله لطوبية وده كان شر كبير بعدين حقيقة إهمال العطاء لخدمة الرب في الأعداد من عشرة إلى أربعتاشر ثم تدنيس يوم السبت في الأعداد من خمستاشر إلى اتنين وعشرين وبعدين الزواج بالنساء الغريبة الأجنبيات من عدد تلاتة وعشرين إلى نهاية الأصحاب عدد ستة في كل هذا لم أكن في أرشاليم لأني في السنة الاثنتين والثلاثين لأرتحشست ملك بابل دخلته إلى الملك وبعد أياما استأذنته من الملك بشوف فيها قلب نحمية قلبه فيهن دا؟ قلبه في أرشاليم هو راح يؤدي مصلحة في شوشن القصر دخل للملك لكن هو كل تفكيره مع الأرشاليم وعايز يتمم العمل الذي أوكله إليه دي من ناحية وتورينا قلب نحمية لكن من عشان نشوف قلب الشعب إنه أنا ما كنتش في أرشاليم واستغلوا فرصة غيابي وده الشعب كده دايما يعني في بداية تاريخهم طلع موسى فوق الجبل أربعين يوم واستغلوا غيابه والرب يقول لموسى انزل شوف شعبك فسد زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم به وعبدوا عجل مزبوك وعبدوا اجتمثال منحوت وده اللي حصل فعلا نزل موسى فلقى الشعب في شر عظيم وعار يا للمأساة إن تاريخ هذه الأمة وأقول ليست لأن هذه الأمة أشر من غيرها كما قد يظن بعض غير الحكماء من الأمم لست أريد أن تجهلوا هذا السر لألا تكون حكماء في أعين أنفسكم القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل إذن حالة بتاعة الشعب تمثل حالة الإنسان بصفة عامة والإنسان لولا رحمة ربنا لا أمل له واحد في المليون أنه ياخد أي بركة أو يخلص الفترة اللي غاب فيها نحمية ورحمة مالك فارس تضهورت حالة الشعب تمام ماذا كان رد فعل نحمية الحقيقة بعد كل الجهد اللي عملوا والحالة ارتفعت جدا جدا قبل ما يذهب إلى مالك فارس عمل كل ده وفي النهاية يجي يلاقي وكأن كل تعبه انهار لكن لا ما نشوفش في نحمية روح الفشل لا لكن يقف من جديد ويحاول أن يعالج كل هذه الأخطاء وكأن هذا الرجل استمع إلى نصيحة بولس في نهاية حياة التيموثاوس لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والمصر عنده وضع اليشيب ونحمية في مقارنة اليشيب المفروض أنه رأي يثكهنة لأنه بنقرأ عنه أكتر من مرة في هذا الثفر أنه الكهنة العظيم وفي أصححنا نحمية 13 عدد 28 بنعرف أنه الكهنة العظيم وعرفنا عن نحمية أنه رجل عادي لا ينتمي إلى العائلة الملكية ولا إلى العائلة الكهنوتية ربما حتى مش من ضمن الأنبياء لكن أمر عجيب أنه رئيس الكهنة هو اللي جاه منه تنجيث الكهنوت وعهد الكهنوت ونحمية هو اللي لقيناه فيه طف الله بمنتهى الشجاعة الأدبية لم يطلب من أليشيب أنه هو اللي يطر الطبية ويطهر المخادع التي في بيت الله لكن هو قام بكده بنفسه وما اعتبرش قال لي يشيب مركب من مراكز القوة إحنا أوقات كتير بنسمع عن الغلط ونشوف مين اللي غلط وبناء عليه نفضر الحكم لو هو حد من التقال أو الكبار نخاف نقرب عنده لكن لو هو حد عادي من الممكن أنه يكون الحكم عليه بالثهولة لكن أمور الله المفروض ما يبقاش فيها كذا أمور الله المفروض أنه يكون فيها رجال الله اللي بيمتاذوا بالشجاعة الأدبية وعلشان كده نتعلم من الكتاب قدموا في إيمانكم فضيلة والش راح يقول لنا أن كلمة فضيلة هنا بمعنى شجاعة أدبية والمؤلم أخو أسامة أن هذا المخدع اليشيب أقامه لطوبية ما ده المخدع بتاع الهيكل بتعمل فيه إيه؟ بتخزن فيه أنصبة اللويين فطبعا للأسف هذا المكان أصبح فارغا من الأنصبة وأمر محزن جدا أنه في شعب الله هؤلاء الناس اللي أوصل رب أن يكون لهم التقديمات عشر الشعب أنه لا يجدوا ما يمكنهم أن يعالوا به تأكيدا لفكرة أن نحمية يعني لا يحاب في أمور الله زي ما قرينا كده في عدد تسعة أمرتوا فطهروا المخادع يجي في عدد حداشر يقول خاصمتوا الولاء في عدد سبعتاشر خاصمتوا عظماء إسرائيل في عدد خمسة وعشرين خاصمتهم ولعنتهم اللي تزواجوا بالنساء الأجنبيات وبعدين في عدد تمانية وعشرين كان واحد من بني يويداع ابن الياشيب الكاهن العظيم صهرا لصنبلة الحوروني فطردته من عندي يعني طردته أو رزلته من الكهنوت هذا الشخص الحاسم لا يتهاون أبدا في أمور الله بشوف هنا نحمية الشخص الذي لا يحابي به الوجوه كلمة خاصمت بمعنى النبت ووبخت هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص وزي ما كنا بنسمع من حضرتك يا خسامة إنه مش مع أي حد وخلاص لكن حتى مع العظماء ومع الولاد لأن أمور الله الحقيقة ما فيهاش محابي عدد 14 من أذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تمح حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائري ده مش أول واحد يعمل خيرا مع بيت إلهه لكن بنقرأ عن شخصية محترمة في سفر أخبار الأيام الثاني 24 اللي هو يهويداع اكتبوا لنا وشاخ يهويداع وشبع من الأيام ومات كان ابن مئة وثلاثين سنة عند وفاتي فدفنوا في مدينة داود مع الملوك لماذا؟ لأنه عمل خيرا في إسرائيل ومع الله وبيته والله حاش لي كهو الكده أنا أكرم الذين يكرمون في نحمية عشرة شفنا بنود العهد وقد إيه كانت الحماسة إن هما يمضوا ويختموا على بنود العهد ولو رحنا لنحمية عشرة هنشوف إن هما تعهدوا بحفظ شريعة الله وتعهدوا بحفظ يوم الثبت وتعهدوا بإعطاء الأنثبة للكهنة واللاويين والعشور وتعهدوا بإن هما لن يرتبطوا بنثاء أجنبيات عمونيات وأشدوديات هتلي بند واحد من اللي هما تعهدوا بيه ثبتوا على العهد تلاقي كل عهدهم هي أوهام وكل كلامهم وولاهم هو أحلام أعتقد يا أخي أسامة إن ده يعلمنا مبدأ إنه كل العهود التي كان فيها الإنسان طرفا يعني الله طرف والإنسان طرف بقت بالفشل ليه؟ لأنه إحنا لوحدين غير قادرين على الوفاء بشروط العهد لضعف لكن عندما نأتي إلى كتابات العهد الجديد نجد شيء آخر يسمى العهد الأبدي في عبرانين 13 يقول وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع على أساس إيه؟ بدم العهد الأبدي والسؤال هذا العهد الأبدي من الطرفين اللي فيه؟ الطرفين اللي فيه الله الآب ابن الحبيب الرب يسوع طيب وإحنا بنعمل إيه؟ إحنا بناخد بركات هذا العهد عشان كده لا يمكن أن هذا العهد ينقض فهو باقي دائماً إذ أساسه هو عطية الله ونعمة الله يعني في العهد الجديد أنا أكون صفوحاً عن آثامهم إذا عملوا إيه؟ ولا ما يقولش ما فيش إذا عمل أنا أكون صفوحاً أنا الله حيدي ومين يقدر يمنع الله من أنه يدي والعهد الجديد ده مش بتاع نحن ده بتاع اليهود قرميها 31 عدد 31 الله هيقطع عهداً جديداً مع هذا الشعب بس من غير ما هم يدخلوا طرف في هذا العهد لكن نلاحظ أن إحنا أتينا إلى وسيط العهد الجديد يسوع وبالتالي كل بركات العهد الجديد وأكثر منها نلناه وبالرغم أن إحنا نلنا كل بركات هذا العهد الجديد لكن نقرأ في بداية المثيحية عن انحراف البعض عن النعمة وحاولوا أن هم يفرضوا نموث موثى ويفرضوا الختان لولا وقفة رجل هو بولت وقف بشدة ضد هؤلاء المعلمين الكذبة لأنه لا يمكن أبداً خلط النعمة بالنموث ثلاث مرات في الإصحاح نحمية يصلي أذكرني يا إلهي في عدد 14 وفي عدد 22 بهذا أيضاً أذكرني يا إلهي ويختم السفر فأذكرني يا إلهي بالخير أمام عمل نحمية والإحسانات اللي قدمها لشعب الله هو بيطلب هذه الطلبة والسؤال هل استجيبت هذه الصلاة التي صلىها نحمية الحقيقة قادر أقول أنها استجيبت وأنها تنتظر أيضاً استجابة استجيبت من ناحية فنحن نذكر بكل الفخر والاعتزاز هذا الشخص الذي عمل مع الله وعمل خيراً مع شعب الله ورب كرمه جداً بأنه ذكر في صفحات كلمة الله والجميع يدرسون السفر ويتعلمون من هذه الشخصية ويصبح ملهماً لشعب الله في كل عصر بيفكرني بمريم اللي الرب قال عنها حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها لكن أقول أيضاً ينتظره يعني أو تنتظر هذه الطلبة استجابة حتماً ستكون هناك مكافأة في القيامة لنحمية لأنه سيكافأ في قيامة الأبرار على جميع ما عمله لأجل الرب والأجل مجد الرب وخير شعبي عدد 24 نصف كلام بنيهم باللثاني الأشدودي ولم يكونوا يحسنون التكلم باللثاني اليهودي بل باللثاني شعب وشعب والحقيقة أنا بشوف تطبيق روحي مهم في هذا الأمر لأنه في أحيان كثير بيكون العرق بين الفرقتين إن كنا بنشوف ده على مدور تاريخ شعب الله ونلقى إلي منذعج جداً من هذا الأمر ويقول لا تعرجوا بين الفرقتين فبنشوفه أيضاً في دائرة الاعتراف المثيحي عندما نصل إلى كنيثة اللودوقيين لا تبارداً ولا حاراً فهذه الاذدواجية مرفوضة وبغيضة جداً في نظر اليوم لا تكن وطواطاً مقالة أريتها وأنا طفل صغير يمكن أقل من عشر سنين لا تكن وطواطاً الوطواط لن تعرف فار والعصفورة الفار معروف والعصفور معروف لكن الوطواط هو إيه بالضبط فلا تكن وطواطاً بكل أسف دول بيتكلموا بلسان شعب فشعب تسمع منه عنده معرفة بالمسيح وبالكتاب لكن عنده معرفة يمكن أكتر بأمور العالم وخراب وفساد العالم لا تكن وطواطاً لا تلبس ثوباً مختلطاً لا تزرح حقلك صنفين كل دي تحريضات إحنا في أشهد الاحتياج لها المشكلة أن هنا ده الجيل الثاني اللي كان بيتكلم باللسان الأجدودي ولا يحسن الكلام باللسان اليهودي لأن الغلطة جات من الأباء ما هو الأباء دول بيقول عنهم ساكانوا نساء أجدوديات وعمونيات ومؤبيات وأقدر شوف فيها تطبيق واضح جداً في العهد الأديم زي ما سمعنا دلوقتي وفي العهد الجديد التحذير الأساسي لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين وأكتر نير بيستمر العمر كله هو نير الزواج طيب لو حصل هذا الارتباط بين مؤمن وغير مؤمن تكونوا نتيجة إيه؟ الحقيقة اللي بيحصدوا روحياً هم الأولاد لأنهم بيطلعوا بين نوعين من المفاهيم مفاهيم كتابية للطرف المؤمن وعلى العكس منها مفاهيم عالمية ويطلع الأولاد ممزقين بين الاثنين بس غالباً اللي هيغلب المفاهيم العالمية لسبب إنه الجسد اللي موجود في الإنسان هيتشد أكتر مع العرب الحالة اللي بنقر عليها دي كانت تحتاج لنبي وبالفعل أرث لله ملاخي لكن ولا حتى ملاخي نفع معاهم وما كانش في حل غير نهاية هذا التدبيع في بداية السفر يقال عن حمية جاء رجل يطلب خيراً لبني إسرائيل وفي نهاية السفر اذكرني يا إلهي بالخير يعني كأنه في البداية كان يطلب الخير لكن في النهاية أكمل العمل وأتم الخير يا بختنا حمية لأنه الحقيقة العمل اللي الله عينه علشان يعمله قد أكمله بيفكرني بالرسول بوليس اللي في نهاية حياته قال أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيراً وضع عليه إكليل البر وعشان كده الكتاب يقول لنا ويحرضنا فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل في العهد القديم نرى مطاليب الله في التوراة ونرى فشل شعب الله في تحقيق هذه المطاليب في التاريخ ونرى من فيحقق مقاطد ومشهورات الله ألا وهو رب المجد في النبوات ندعوك لدراسة أطفال العهد القديم معنا في برنامج فحثين الكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر